موسيقى الثاني والعشرون من فبراير والثاني والعشرون من اكتوبر ليس كثائر الايام انهما يومان ينتظرهم العالم في كل عام مترقبا تلك الظاهرة التي تحدث منذ 33 قرنا كاملا في اقصى جنوب مصر وبالتحديد في معبد ابو سنبل بمحافظة اسوان وعند الساعة الخامسة واثنتين وخمسين دقيقة من اليوم الثاني والعشرين من اكتوبر والذي يقال انه يوافق يوم ميلاد الملك رمسيس الثاني يتسلل شعاع الشمس بهدوء لمسافة 200 متر ليغبط على وجه الملك رمسيس الثاني داخل حجرته في قصة الاقداس ويستمر هذا التعامل لمدة 20 دقيقة كما ان الشمس تضيء الاله امون راع وتتعامد على وجه الملك رمسيس الثاني وتضيء شور اخت ولن يصل الضوء الى الملك بتاح اله الظلام كما كان يلقى بقديم موسيقى يشار الى ان هذه الظاهرة اكتشفت عام 1874 حيث قامت المستكشفة ايميليا ادوارد والفريق المرافق لها برد هذه الظاهرة وتسجيلها في كتابها المنشور عام 1899 الف ميل فوق الميل تلك المعجزة الهندسية تجسد مدى التقدم الذي وصل اليه القدماء المسريون سيتستلزم معرفة سامة بكافة اصول علم الفلك وحسابات كثيرة بجانب المعجزة في المامار رانا عبدالله محافظة اصول موسيقى